أبرز المشاهدات لليه اليوم الأول شفتوا إزاي بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج طبعاً مبارح كان يوم بالنسبة لنا كان يوم مفاجأة لأنه قبال المصريين بهذه الحشود على السفارات والكنسليات 137 سفارة وكنسلية منتشرين في 121 دولة المصريين اللي كانوا متواجدين زي ما حضرتكم تفضلتم 14 مليون مبارح كان فيه حشود كبيرة أمام لجان الاقتراع على الرغم أنه مبارح في دول أوروبا والدول الأجنبية كان يوم عمل عادي فالمشهد مبارح للأمانة كان مشهد مبهر للغاية مشهد طبعاً المصريين بره إحساسهم بالوطن بيكون الإحساس عالي جداً الانتماء كمان بيكون المفتقد أهله ولمفتقد بلده فبيكون إحساسه متميز في المواقف الوطنية أعتقد ان برح المصريين إقبالهم على اللجان الاقتراع اللي منتشر فيه سفاراتنا وكنسلياتنا في الخارج كان يعني مبعثه أنه هناك يعني أولاً فيه شعور بالواجب الوطني شعور بأنه عليه مسئولية في هذه اللحظات التاريخية الدقيقة اللي بتمر بها المنطقة فأعتقد أنه الإقبال كان فيه جزء منه أنه إحساس بالمسئولية نمرة اثنين إحساس بأنه أنا عليها دور لازم أقديه ناحية بلدي فإنبارح كمان حتى الدول العربية كان الإقبال حد سولى حرج يعني مثلاً فيه سفارة مصر في الكويت أقامت في منطقة المعارض بمشرف مثلاً المقر الانتخابي لأن العداد كانت كبيرة والتوقعات كانت كبيرة جداً في جدة في الرياض المسألة في الدول العربية حوالي 7 مليون منتشرين في الدول العربية طبعاً الإقبال كان كثيف خصوصاً أنه اليوم الأول ولسه فيه فرصة يومين ومع ذلك كان الإقبال يعني إحنا متوقعين أن النهاردة الإقبال وبكرة هيفوق كمان اليوم الأول لأنه طبعاً زي ما حضرتك عارفين أوروبا وأمريكا فيها أجازات النهاردة وبكرة إمبارح على الرغم من أنه كان يوم عمل عادي لكن ده ما منعش المصريين أنه هم يتوجهوا في ماليزيا كانت فيه مواكب السيارات في نيوزيلاندا أول دولة فتحت أبوابها عشان اختلاف التوقيت كانت المسألة يعني فيها نوع من الإقبال اللي المصريين فعلاً زي ما بيقولوا منتظرين اليوم دا